موسيقى موسيقى أسعد الله أيامكم بكل خير بهذه المناسبة أو هذه المناسبات الميمونة العطرة التي يقصر الكلام أن يصفها ولادة أبطال كربلاء سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه وأب الفضل العباس سيد الأوفياء صلوات الله وسلامه عليه وزين العابدين عليه السلام وعليه الأكبر والخلف الصالح عجل الله فرجه الشريف سادتي إذن هي أيام أعياد وبهجة وفرحة وسرور حقيقة تخون الكلمات بماذا نعبر لكن نقول أسعد الله أيامكم وأيام قبل ذلك أيام الإمام الكنز المنتظر صلوات الله وسلامه عليه كذلك نتقدم بأسكى آيات التهاني والتبركات لعلمائنا الأعلام ومراجعنا العظام سادتي باسمكم أرحب بضيفي الدائم سماحة الشيخ جواد الإبراهيمي حياكم الله سماحة الشيخ وسعد الله أيامكم سعد الله أيام مولانا بقية الله صلوات الله عليه وعجل الله فرجه في العالمين وأيام آل محمد صلوات الله على المجمعين وأيام شعتهم والمنتظرين مهدويين أينما كانوا بهذه الولادات الميمونة العطرة الزاكية حياكم الله سماحة الشيخ واقعا بهجة وعيد وفرحة وسرور وتقصر الكلمات يعني شما تجي من ألفاظ لا تستطيع أن تعبر حتى الجول يوم سبحان الله فديع جدا الحمد لله السعادة جدا بهذه المناسبة أكيد سماحة الشيخ السعادة قبلها محمد بشوفتكم أكيد صلوات الله على المحمد والله الشيخنا العزيز بما أنه يوم بثلاثة من الشعبان مرت ذكرى ولادة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أريد ما نعبرها المناسبة مهمة جدا أريد تتكلمنا ولو عن شيء عن حمل وولادة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله مصلى على محمد وآل محمد وصلى على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلوم الحسنية والشجاعة الحسينية والظلام المحسنية والغيرة العباسية والعفة الزينبية والعظم الأكبرية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية إمام زماننا وولي نعمتنا وحبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا والشفيع ذنوبنا صاحب العصري والزمان تبيان البيان مظهر الإيمان عد للقرآن إمام الإنس والجان مهدي آل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آبائه الأطيبين الأطهرين في كل آن وحين وعجل الله تعالى فرجه الشريف في عافية منا اللهم آمين ببركة هذه الولادات الميمونة المباركة أغتنم هذه المناسبة حبيب المشاهد نعم وبإسمك يعني أقدم هذه القصيدة اللي أنا في الواقع هواي أخذت مأخذا من قلبي لشاعر أهل البيت نعم صلى الله عليه الشاعر فارس الوائلي نعم يخاطب مولانا الحسين صلى الله عليه يقل له حسش عراقية بعد نحن نحسش لها وزنها أستاذنا الفاضل لو ليلي بمحنتك مشته الراحة حسين أبو عبد الله لو ليلي بمحنتك مشته الراحة وخلي يمك دليلة فطمة لنياحة دامنت بودادك راح تلو الراحة ومو كل ودي يبل ودي ينتش براحة يا نشوة فرح ما مرت بإنسان يا نشوة فرح ما مرت بإنسان ويا نسمة عذياب بعطر قداحة ويا فرع الرسالة الرادة ويقطعوه شي قطع الفرع والهادي سباحة من تبني الصميدة الشتة الأحزاب هذاك وحدة يجول بالساحة وانت ابني البتول وبضعة المختار اللي كانت بالجنان الأصل تفاحة عرت ما أدري نجمك سابح بهالكون مدري التالفلك والكون سباحة فطرس مولجل جلحينة باسمك صاح فطرس مولجل جنحينة باسمك صاح ولا ناجل إله ودمعته سلاحة تمايز بالمهد ريحة الجنة تفوح نشغها بتوزحة لو خضر جناحة مو حق التباه بخدمتك مولاي جبريل بخدمتك علق وشاحة يا أول شهيد بصفحة التاريخ حفظ دينة بوريدة وتم مصلاحة ويا أول وآخر من تسمى حسين هو حسين واحد ولو من أهل البيت 14 معصوم ليس لنا من لفظه واسم حسين إلا واحد ويا أول وآخر من تسمى حسين للآن الدماء كعيوني نظاحة أنا مؤمن يقين بقول كل من قال حبك للذنوب يصير مساحة وإذا باب الجنان انغلق على العاصين دمع البتش عليك يصير مفتاحة دمع البتش عليك يصير مفتاحة صح لسانك اللهم يحفظكم يحفظكم الشيء يمكن أن يطلق الجميع بحقصي اتأشرت أنه حسين واحد يعني ماك حسين العصور لا 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 هذا كل الشرك في العقيدة نعم الله وأهل البيت صلى الله عليه لم يرتضوا لنا من حسين ثان مع أنه أصحاب الكساء صلى الله عليه كرت أسمائهم في المعصومين لا يستطيع أن يقرأ إلا سيد الشهداء صلى الله عليه الرواية عن مقداد بن أسود الكندي رواية طويلة أخذ موضع الشاهد نعم إلى أن يقر له رسول الله صلى الله عليه وآله يا مقداد إن الولد الحسيني صلى الله عليه في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة سل أمه عنه فييجي المقداد إلى سيدة الزهراء صلى الله عليه وسلامه تعالى عليها قال أتيت فاطمة صلى الله عليه فوقفته بالباب فأتت حمامة هاي جارية من جوار الزهراء سلام الله عليها وقالت يا أخا كندة أنا بعد ما طارق الباب حمامة سمتني ونسبتني إلى كندة وقالت حمامة يا أخا كندة عن موضع قرة عين الحسين صلى الله عليه شوف سيدة الزهراء تعرف حتى الذي أتى وفيما أتى يقول المقداد فكبر ذلك عندي ما أعظمك يا زهراء صلى الله عليه فدخلت فوليتها ظهري شوف أحبان مشاهدت شو احترامات المقداد للزهراء إجل للزهراء عليه السلام الطاهة ظهر بهذا بهذا الخلق الرفيع كما كنت أفعل حين أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في منزل أمسلمة إجلالا لها نعم فقلت لفاطمة صلى الله عليه ما منزلة الحسين صلى الله عليه نعم السؤال إيش قد عظيم والمسؤولة من هي أعظم فاطمة صلى الله عليه قالت قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا فاطمة إني أرى في مقدمي وجهك ضوءا ونورا هاي قبل حملها بالحسين صلى الله عليه وذلك أنك ستلدين حجة لهذا الخلق تقول الزهراء صلى الله عليه فلما تم شهر من حملي بالحسين عليه السلام وجدت في سخنة عطش أول شهر حملت بسيش شهداء وجدت الزهراء عطش عطش فقلت لأبي ذلك فدعا بكوز جر من الماء من ماء فتكلم عليه رقاه وعوذه وتفل عليه لامسهم بلعابه الشريف وقال شربي فشربت فطلد الله عني ما كنت أجد هذا الشهر الأول طيب وصرت في الأربعين من الأيام عمر سيش شهداء الآن أربعون يوما في بطن أمه صلى الله عليه فوجدت دبيبا في ظهري كدبيب النمل فيما بين الجلدة والثوم أي جنين يتحرك عمره أربعين يوم هذا الحسين وكفى صلى الله عليه فلم أزل على ذلك على الدبيب حتى تم الشهر الثاني طيب فوجدت دخلنا بالثالث فوجدت الاضطراب والحركة أي جنين يتحركه في الشهر الثالث فوالله والعجيب هذا فوالله لقد تحرك وأنا بعيدة عن المطعم والمشرب وحركة الجنين يعني علميا تكون من قوة طعام أمه كلما تأكل أكثر يتعافأ أزيد يعني الزراء سلام الله عليه بنصر عبارة أنا كنت بعيدة عن المطعم والمشرب إذن من أين كان يتغذى سيد الشهداء صلى الله عليه وقد عصمني الله كأني شربت منا لبنا يعني هلقد ما أشته فتمت الثلاثة أشهر وأنا أجد الزيادة والخير في منزلي ببركة من؟ سيد الشهداء مولانا الحسين صلى الله عليه فلما صرت في الأربعة أشهر آنس الله به وحشتي أخذ يتكلم صلى الله عليه ولزمت المسجد لا أبرح إلا لحاجة تظهر لي وكنت في الزيادة والخفة في الظاهر والباطن كيف يتكلم سلام الله عليه المعصوم صلى الله عليه نعم وحدثنا في حلقات سالفة أن المعصوم تقريبا له سبع على الأقل سبع أمور وهو في بطن أمه أولا خصائص خصائص ينتهي يعني يرمد الله له نورا يرام في بطن أمه حيث منتهى بصره يرفع له في كل مدينة عمودة من نور يرى المدن يتحدث مع أمه وهذا من شأن المعصوم حتى الزهراء لم يدخل رسول الله صلى الله عليه على خديجة ولم يكن عندها أحد ويسمعه وتتكلم ويقول لها يا خديجة تتحدثين مع من؟ قالت أن الجنين الذي في بطني يؤنسوني بحديث من شؤون المعصوم هذا صلى الله عليه الزهيدة تقولها على عكس الحوامل لما بلغ حملي بسيد الشهداء صلى الله عليه وسلامه تعالى عليه أربعة أشهر وأنا في الشهر الرابع بدأت أدخل بالخامس كنت في زيادة والخفة في الظاهر والباطن يعني عكس النساء النساء عادة تكون تتثاقل في الشهر الخامس أحسنتم حتى تمت الخمسة وأشهر فلما صارت الستة الآن بدأنا ندخل في الشهر السادس كنت لا أحتاج في الليلة الظلماء إلى مصباح دخيلك يا أبا عبد الله نص العبارة كنت لا أحتاج في الليلة الظلماء إلى مصباح لأن النور من أين؟ من مصباح الهدى والسفينة النجاح أعطنا كلابكم عذراً ذكرت في عاشوراء في المقتل أحسن عندما تقدم نافع هلال عفواً هلال بالنافع أراد أن يقتل الحسين صلى الله عليه وسلم نعم لكن شغلني كثرة نور وجهه عن الفكرة في قتله أصلاً بن عباس بن عباس يقول كنا إذا دخلنا مسجد النبي ليلاً صلى الله عليه وآله ولم نكن أعلم هل أن الإمام الحسين صلى الله عليه موجود بين الناس أم لا؟ شنع النساء الواحد يقول هدانا إليه كثرة نور وجهه صلى الله عليه وسلم تقولي سيدة الزهراء لما بدأ حملي يدخل في الشهر السادس وجعلت أسمع إذا خلوت في إذا خلوت بنفسي في مصلاي التسبيح أو التقديس في باطني من ولدي الحسين صلى الله عليه عليه فلما مضى فوق ذلك تسعة أيام الآن صار من الشهر السادس كم يوم؟ تسعة أيام طيب ازدادت ازدادت قوة أكثر من ذلك عكس النساء تماما سبحان الله فذكرت ذلك لأم سلمة يعني أنا أرى الغرائب فشد الله بها أزري فلما زادت العشر صار أكثر من عشرة أيام في الشهر السادس هنا لطيفة غلبتني عيني فأتاني آتن في الرؤية فمسح جناحه على ظهري أكثر من عشرة أيام في الشهر السادس نعم أتاني آتن في المنام فمسح جناحه على صدري فقمت استيقظت وأسبغت الوضوء وصليت ركعتين هذا الخبر الأول في الرؤية الأولى طيب طيب ثم غلبتني عيني نعم يعني نمت مرة ثانية فأتاني آتن هذا غيره في منامي وعليه ثياب بيض فجلس عند رأسي ونفخ في وجهي وفي قفاي الأول مسح بجناحه يعني الثاني نفخ في وجهي وفي قفاي فقمت وأنا خائفة فأسبغت الوضوء طبعا الخوف هنا مو بمعنى الخوف الوجل وإنما شيء يأخذ بمجامع القلب يجعل الإنسان يعني في غير حالته الطبيعية طيب فأسبغت الوضوء وأديت أربعا بالساعة بالآت الأول صليت ركعتين الآن كم ركعة؟ أربعة أربعة طيب ثم غلبتني عيني فأتاني آتن في منامي فأقعدني ورقاني وعوذني هذا ما اكتفه مثل الأول بمسح الجناحه والثاني نفخه في وجهي وقفاي الثالث أقعدني ورقاني وعوذني قرأ عليه تعويذة وحجاب ورقية سبحان الله ويرسل عليكم حفظة أحسن فأصبحت صارت الصلاة الصبح يعني فأصبحت وكان يوم أم سلمة بالنسبة الرسول لله صلى الله عليه وآله فدخلت في ثوب حمامة عبارة تكسر الخاطر الزهراء عليه السلام دخلت بثوب جارية ما عدف يعني عموما فنظر النبي إلى وجهي صلى الله عليه وآله فرأيت أثر الشرور في وجهه فذهب عني ما كنت أجد شوف علاقة السيدة الزهراء بأبيها مجرد ترى رسول الله بسرورا كل هم كل غم كل شيء يذهب عن فاطمة صلى الله عليه وآله وحكيت ذلك للنبي الذين أتوني في الرؤية ثلاثة مرات فقال أبشري طيب من الأول اللي مسح جناحه وعليه أما الأول فخليني عزرائيل الموكل بأرحام النساء هذا يعني معنى شنو معنى إيجي يتبرك بالحسين يتمسح بالزهراء لأنها حامل بمن بالحسين صلى الله عليه وآله وأما الثاني اللي نفخ في وجهه وفي قفاي فخليلي ميكائيل الموكل بأرحام أهل بيتي صلى الله عليه وآله ثم قال يا زهراء يا فاطمة ثم قال فنفخ فيك قالت نفخ في وجه وفي قفاي نفخ فيك قلت نعم فبكى رسول الله ثم ضمني إليه هسا هذا كلام خاص طيب وقال وأما الثالث أقعدني ورقاني وعوذني فذلك يا حبيبي جبرائيل يخدمه الله نعم ولدك الله سيزعل جبرائيل في خدمة من سيد الشهداء وهو الذي كان يهزمهده الحسين وهذا الشعر دائما نقول هذا الشعر لجبرائيل لما كان يهزمهده السيد الشهداء صلى الله عليه هذا الشعر ملائكي إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن هاي شهادة جبرائيل وهو يهز مهدل حسين قال استهراء صلى الله عليه المقدات فرجعته فنزل تماما ستة حامل سيشهداء كان ستة أشهر والمعروف أن الجنين لا يعيش مستحيل ستة أشهر إلا لسيشهداء ويحيا وفي رواية العيسى مقدمة للاعتقاد بنعم حامل سيشهداء ورب السعادة الحسين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أكيد السلام الله عليك يا أبا عبد الله يعني خصاص في حياته وفي الحمل وفي الولادة وفي حياته وحتى في مقتل القمى يعني قد شوية أسلفنا بذكر هلال بالنافع لعنة الله عليه طيب سمعتش يا خديد نعرف بعض خصاص سيدي الشهداء عليه السلام عند ولادته طيب هل من ربط طبعا نحن مقبلين إن شاء الله على الزيارة الشعبانية ولادة صلوات الله عجل الله فرجه الشريفية عرفية أكو يعني هناك ربط وهل إلها علاقة ولادة سيد الشهداء سلام الله تعالى عليك بالكنز المنتظر منتظر صلوات الله عجلها فرجه إحنا طبعا ناخذ يعني شذرات لأن الوقت ما يسعفنا نعم ما أمكن يعني أنا والله كان في ودي أسئلك عن بعض الأسئلة قبل شوية نعم لما ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله أه احتضنها وبكى أحمر رجي نسوي هذه القضية هذا يمخزن رح تقول لاحظن يفرحون لفرحنا بهذا المعيار يعني أكيد هناك حفاوة نعم في ميلا سيد الشهداء صلى الله عليه عليه من جهتين نعم الجهة الأولى نحن بيصطلع عليها ميلاد المعصوم بشكل عام ميلاد المعصوم بشكل عام أنه الجنان تزين والنيران تخمت بكرامة لهذا الإمام سلام وأنه يولد مفروغا منه يولد وهو ساجد وهذا كان في ميلاد نعم الإمام الكاظم شهادة الإمام الكاظم وواليد العم السلام عليكم العام من المعصومين بشكل عام ودائما نقول يا إخوان أم المعصوم لا ترى كيف تلت يعني أبدا يضرب بحجاب من نور بينها وبين من حضر ما يرفع الحجاب إلا والمعصوم ساجد والمسألة الثانية القائدية المهمة أن أم الإمام لا ترى نفاسا يعني تلت من هنا تصلي من هناك طيب وكما قال الإمام العسكري عليه السلام لمولاتنا سيدة حليمة المسمى بحكيمة ابنت الإمام الجواز صلى الله عليه قال يا عم إننا لا يحملوا بنا كما يحملوا في الناس إنما يحملوا في الجنب يعني موضوع الحامل عموما فواحدة من خواص ميلاسي الشهادة أنه نزلت لعية وما معرف أن لعية نزلت لأحد من المعصومين عند ميلاده إلا لمولانا الحسين صلى الله عليه لعية هذه رئيسة الحور العين لعية رئيسة الحور العين شوف خصائصها اللي بالرواية ميلاسي الشهداء صلى الله إن أهل الجنان إذا أرادوا أن ينظروا إلى شيء حسن نظروا إلى لعية كم هي جميلة أهل الجنان اللي هم أجمل خلق الله إذا أرادوا أن ينظروا إلى شيء حسن نظروا إلى من؟ إلى لعية طيب لها سبعون ألف وصيفة قصرها من أعلى قصور الجنة إذا أشرقت على الجنة أضاءت الجنة من ضوء خدها وجبينها بعد أوحى الله إليها مباشر نعم أنهبطي إلى دار الدنيا إلى بيت حبيبي محمد صلى الله عليه وآله إلى ابنته فاطمة فآنسيها فآنسيها طيب لما هبطت لعية نعم أخذ الزهراء صلى الله عليه الحياء ما عندها ذيك المخدة ذاك الابساط ذاك الفراش الفخم لها شيدة الحور العين إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون لأنهم يوم الثقيلة أهلو البيت فأمر الله وحوراء أن تنزل بدرنوك من درانيك الجنة وسادة وفرش وفرشة في حجرة الزهراء للعية لتجلس عليه لأنها جاءت تتبرك بميلاد سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم رضوان واللي هو خازن الجنان أو حالله إلى رضوان خازن الجنان أن زخرف الجنة وزينها لمولود يولد لمحمد صلى الله عليه وآله الله عليه وآله الله عليه وآله أنت المشاهد استمعني يولد لمحمد الحسين ابن محمد مو البعض يحاول هنا نعم نعم يلعب لعبة شيطانية الحسين ابن النبي ورسول الله قال صلى الله عليه وآله إن الله جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذرية من علي وفاطمة صلى الله عليه وسلامه عليها شوه تأكيد على اللفظ لمولود يولد علما ما قال لي علي النسبة مباشرة أم يمني صلى الله عليه وإن كان حتى لا قال لكن التأكيد على القضية لمحمد في دار الدنيا صلى الله عليه وآله هذه بالنسبة إلى رضوان مالك صاحب مقاليد النيران أوح الله إلى مالك أن أغلق أبواب النيران كرامة لمولود يولد لمحمد صلى الله عليه وآله في دار الدنيا الملائكة الملائكة أوح الله إلى الملائكة أن قوموا صفوفا بالتسبيح والتقديس وهي ما يقال إلا في قمة الأعياد والمناسبات العظيمة عند الله عز وجل والثناء على الله كرامة لمولود يولد علما لمحمد صلى الله عليه وآله أوح الله إلى جبرائيل وميكائلة وإشرافيل أنهبطوا إلى الأرض في قبيل اللي هو مئة ألف أو ألف ألف مليون من الملائكة فهنوا حبيبي محمدا صلى الله عليه وآله حضور فطرس ومسح تمسحه بمهدن نعم حسين الشهداء حضور رواية ثانية صرصائل أيضا كان قد عطل جناحها نعم سماع الشيخ مادم مرينا بفطرس نعم وإحنا هنا الجماعة ما شاء الله ربعنا يعني محضرين على برنامج هاي لكن هذا السؤال لغاية في نفسي حتى يطلع من يريد أن يطلع رواية فطرس ثابتة مؤكدة مليون بالمئة المخالف والمؤالف رواها ما عليها شك أبدا بعشرات المصادر جيد عسنتم المخالف والمؤالف رواها نعم حتى أن فطرس كمعلومة هاي المعلومة يعني اللهم يغفر لشيعة أميمونين فطرس في الروايات نعم لما عرج إلى السماء بعد أن أعيد له جناحها اذ تمسحها بمهدن حسين وخليها ببالك حبيب المشاهد ما تمسح بالحسين بمهد الحسين صلى الله عليه وسلم الشفاء مو في الحسين في تربة الحسين بعد الحسين منه الدعاء مو في الحسين في قبة تحت قبة الحسين سلام الله عليك يا الله مو فيه في أمور تنسبه إليه فلما عرج فطرس لما عرج فطرس شنو كان يقول من مثلي وأنا عتيق الحسين بن علي اللي بالروايات كرامة من الإمام الجوات سلام الله عليه كرامة يعني الصلاح وي لطيف ما كان ببالي في رواياتنا أهل البيت عن مسلوات البيت أنه إذا واحد يجي المعصوم يتمسح بمهد ويطيب شي قلون فطرسية فطرسية أحيان لهذا الكرام يسعي شو هذا يعني هذا الاصطلاح بقية إليه أيام الإمام الرضو وإمام الجوات سلام الله عليهم بحتوال إمام جوات إليه كرامات في المهد كان لما إذا يأتون بمريض يتعافى إذا يتمسح بالإمام الجوات أو بمهده شي قلون فطرسية ورب الكعبة شو القضية يعني مسلم بها مسلم عند المخالف والمؤالف وهكذا صلصائل على رواية ثانية أمر الله تعالى الحور العين أن يتزيننا ويتزاورنا كرامة لمولود ولده نعم لمحمد صلى الله عليه إذن بشكل عام أنه الملائكة أمروا من الله والملائكة العظام بأن يحضروا مولس الشهداء وأن يهنوا النبي ولهم تقوس تعال إلى الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم وقلت هل هناك أكيد شوف حبيب المشاكل أحسنتم عن السيدة حليمة بنت الإمام الجوات سلام الله عليها في حديث مولي صاحب الزمان صلى الله عليه وعجل الله فرجه في عافية منها قالت عند ميلاد الحجة صلى الله عليه وغمرتنا طيور خضر طيور خضر خضر فنظر أبو محمد الإمام العزكري صلى الله عليه إلى طائر منها فقال خذه فاحفظه حتى يأذن الله فيه فإن الله بالغ أمره أو بالغ أمره على قراءتين فقلت لأبي محمد عمته سلام الله عليهم ما هذا الطائر وما هذه الطيور قال هذا جبرائيل وهذه ملائكة الرحمة حتى عند الحجة حضر الملائكة كما القبيل نزل مع جبرائيل وميكائل وإسرافيل إلى تهنئة رسول الله بمن؟ بالإمام سيد الشهداء صلى الله عليه رواية ثانية عن علي الخيزلاني عن جارية كان أهداها لمولانا أبي محمد العسكري صلى الله عليه حضرت ميلاد الحجة صلى الله عليه قال سمعت هذه الجارية تقول تذكر أنه لما أولد السيد يعني الإمام الحجة صلى الله عليه وعلى الله فرجه في عافة مننا رأيت نورا ساطعا قد ظهر من نورا ساطعا قد ظهر من صاحب الزماني الكلام في ميلاد الحجة محن راتجي نسوي بين حضور الملائكة في ميلاد سيد الشهداء وحضور الملائكة في ميلاد مولانا بقية الله صلى الله عليه قالت هذه الجارية قالت رأيته لما أولد السيد صلى الله عليه وعلى الله فرجه في عافة مننا رأيت نورا ساطعا قد ظهر منه وبلغ أفق السماء ورأيت طيورا بيضاء من الساعة حبيب المشاهد طيور خضر هس طيورا بيضاء تهبط من السماء وتمسح أجنحتها على رأسه على رأس المام الحجة صلى الله عليه ووجهه وسائر بدنه فأخبرنا أبا محمد بذلك سألنا عنه فضحك ثم قال تلك ملائكة نزلت للتبرك بهذا المولود الحجة صلى الله عليه وعلى الله وعلى الله فرجه وهي من أنصاره إذا خرج فهذه الحفاوة كما كانت في شيء شهداء نعم هي في مولانا بقية الله صلى الله عليه وعلى الله فرجه سماحة الشيخ تسمحنا فاصل قصير ونعوده إلى بعد ذلك إن شاء الله يعني ما تحضرني هذه الأبيات سماحة الشيخ وحد يختم بهم وليقول الأياء فخرة فطرس والمؤمنين سنبقى نباهي بك العالمين سلام الله عليك يا برد والأحبة نذهب إلى فاصل قصير ولنا عودة بعد ذلك إن شاء الله تفضلوا بالبقاء معنا اشتركوا في القناة من جديد ورحب بكم سعادتي المشاهدين أجمل ترحيب وحياكم الله وكذلك ورحب بسمعة الشيخ جواد الإبراهيم حياكم الله سماحة الشيخ مولانا صاحب زمان صلى الله عليه وعجلها فرجة في عودة منها يا مشاهد الكرام أيامكم من مولانا الحسين صلى الله عليه صلى الله عليه يعني قصة فطرسها ستطرقتولها وكيد اثبتوها وطيتوا بعض الدلائل وما يتعلق بأنه قضية بديهية وكذلك فطرسية إلى أيام برمام الرضا وإمام الجواس طيب إذن مجتماعيا مثل ما صارت لنا مثل لبداهتها حسن طيب بعض الكرامات يعني ريد السيد المشاهد والمشاهدين اللي أحب ريد يطلع على يعني بعض الخصاص والكرامات الأخرى لسيد الشهدات سوات الله نحن عدنا وحدة من يعني مما ورد وهي من الأمور العامة أنه المعصوم إذا ولد في أواء الميلادة يعرج به إلى السماء وهذا الرواية نتقلها طبعا عن معالي الصبتين الجزء الأول صفحة ثلاثة وثمانين لشيخنا محمد مهدي المازندلان الحائري اللي هو أستاذ الشيخ عبد الزهراء الكعبي قار المقتل رضوان الله رضوان الله عليهما يقول عن مرآة الجنان إن فاطمة صلوات الله عليها أقبلت إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله باكية في المسجد وهي تقول يا أبا وضعت الحسين صلوات الله عليه في مهده وأخذته في طحن الحب فتفقدته فلم أجده في مهده هاي يوم الثالث بالدقة من ميلا سيد الشهداء صلى الله عليه فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام وقال يا رسول الله أبلغ فاطمة صلوات الله عليها وقل لها فالتقر عيناها فإن الحسين صلوات الله عليه لم يصبه شيء وهو من المقربين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وأين الحسين فاطمة لم تجده في مهد وراه وأين الحسين صلوات الله عليه فقال جبرائيل هذا سؤال العارف طبعا من رسول الله صلى الله عليه وآله هذول الملائكة اللي هنوا رسول الله الآن انتهت المهمة راح يعرجون وين إلى السماء شو التبعات التبعات لهذا قال لما هبطوا هبطوا معي جماعة من الملائكة لنهنيك في ولادة الحسين صلى الله عليه وعرجوا إلى السماء ذول الإجوياء افتخروا على سائر الملائكة بأنهم قد زاروا الحسين صلى الله عليه صلى الله عليه شو مقام زوار الحسين ذول الملائكة اللي في قبيل نزلوا وياه يا رسول الله افتخروا على ملائكة الصافحة العلا وملائكة سموان أنهم حضروا وزاروا منه سيد الشهداء صلى الله عليه فقالت الملائكة يعني الآخرون اللي ما أذن لهم فهبطوا فقالت الملائكة يا ربنا اذلنا في زيارة الحسين صلى الله عليه عليه فأمر الله عز وجل إياي جمرئيلي يتحدث أن أرفع الحسين إلى السماء أن أرفع الحسين صلى الله عليه وين إلى السماء لتزوره الملائكة والآن رددته وهو في مهده هاي كرامة من كرامات سيد الشعاداء ورب السعادة صلى الله عليه الحسين في اليوم الثالث شوف حبيب المشاهد شوف قضية المام الحجة عن حليمة سماعة الشيخ في ميلاده وهذه الخصاص والكرامات عادة كاننا ما صارت سنة البرنامج أنه نتطرق لأي معصوم وهل إلى علاقة وربط هو خصيص محددة مع الكنز المنتظر لأنه هسا إحنا كمكلفين معرفة أكثر عن صاحب الزمان إمام الزمان حتى نقول هاي من المعرفة هل من ربط بهذه العلاقة بين السيد الشهداء والكنز المنتظر هذه الرواية حبيب المشاهد أحد الأدلة في هذا الباب عن حليمة اللي هي حكيمة يسموها في حديثة عن مولانا صاحب الزمان صلى الله عليه عجل الله فرجه قالت وقع بيني وبين أبي محمد العسكري صلى الله عليه كالحجاب نعم هاي من جابته للمام شفت بس الإمام العسكري المولى اختفى فلم أرى سيدي فقلت لأبي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا لا تنسون هاي بيت الإمام الجوال أخت الإمام الهادي عمت الإمام العسكري بيت معصوم أخت معصوم عمت معصوم طهرا 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 بنت ولي الله أخت ولي الله عمت ولي الله كالسيدة المعصومة سلام الله عليه قديسة فقلت يا سيدي أين مولاي قال أخذه من هو أحق به منك أخذه من هو أحق به منك يعني عرج به وين إلى السماء هاي مما ورثه عن مولانا سيد الشهداء ورب السعداء صلى الله وسلم طيب أحسنتم كثيرا سمعت شيخ خل من مواريث سواء عامة أو خاصة من سيد الشهداء صلى الله وسلم للكنز المنتظر يعني طرقنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الزهراء عليه السلام في حلقات سابقة أنهم تركوا مدام إحنا مرينا اليوم سيد الشهداء عليه السلام وأكيد الناس قلوبها حسينية وتوجهها أكثر نحو سيد الشهداء صلى الله وسلم صلى الله وسلم هذه حقيقة وين كان يعني لكن قلوب الناس تهوا سيد الشهداء حسنت هو هو سر التوثيق لإمام زماننا صلى الله عليه الحب والولاء لمولانا الحسين صلى الله عليه هل ترك من مواريث خاصة أو عامة لإمام زماننا عجل الله تعالى فرج الشريف إحنا عدنا طبعا تقريبا ما يقارب الستة عشر موروث من ما تركه سيد الشهداء وهو عنده مولانا بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف والمواريث هنا حبيب المشاهد تقسم إلى قسمين تقسم إلى قسمين القسم الأول ما ورثه سيد الشهداء عن آبائه وهو تركه إلى بقية الله صلاة كشيف ذو الفقار كراية رسول الله وإمثال ذلك هذا مو مختصة سيد الشهداء كانت لآبائه من قبله لكن لما قال الأمر إليه تركها إلما إلى صاحب الزمان صلى الله عليه طبعا سيجي واحد يخبر السؤال هذا ما دام ذكرته يقول شنو فائدة المواريث يعني انتوا لماذا سألون هاي الأسئلة الفائدة الغاية شنو الغاية متعددة أولا هاي المواريث فيها عجاز الأنبياء المواريث العصلاح بالزمان صلى الله عليه ما من نبي ترك شيئا إلا هو عنده بقية الله عجل الله فرجه وهذا شيء الذي جاء به النبي بمعجز سيأتي به صاحب الزمان عجل الله فرجه بمعجز أكثر عددا وكم يعني أكثر نوعا وأكثر بحسب بحسب المصلح التي يقتضيها الحال هذا واحد الشيء الثاني أنه عندنا قانون قانون الوراثة قانون الوراثة في المختصات لا يكون إلا عنده الأقرب هاي قضية فقهية إحنا عندنا بالنسبة للولد الأكبر الله يرحم شيعة أميونين إذا مات الأب نعم الأب عنده مختصات الخاكم نعم المشبحة على التعبير على الفقاء الراديون ذاك اليوم هاي ما تروح في التقسيم ما الإرث هاي من أو العقال مثلا الشماغ الساعة اليدوية هاي الأمور السيف منها هاي ما تدخل في الميراث في القسمة هاي من مختصات الولد الأكبر ليش لأنه الأب الثاني هو أقرب الناس إلى أبي يجي الشرع يقول لي يا ولد يا أكبر أنا طيتك هالغنيمة ميزتك عن أخوتك طيتك ساعة الأب طيتك سيف الأب هذا السيف إذا تضعه بالدوان تقعد يعادل عندك الدنيا كلها إلى قيمة معنوية وحتى يكن الأب بك أنت أحسن أحسن فكما تغنم تغرام شون يغرام بيمن يغرام إذا مطلوب عبادة لازم هو يؤديها وجوبا على الأبن الأكبر وجوبا إذا مو شرعيا أخلاقيا أحسن مو بس تاخصي شيخنا وذا البنت الكبيرة بنت ثم يليها ولد كفقيا أخذي استفاد فقيا الأساس على الولد على الولد وذا البنت قامت بذلك ثقتها عن الابن الأكبر ليش لأنه لأنه البنت يسوي سيف لا مو من وقتصات مو قضية أنه أنه اللي تدير العائلة عادة الولد الذكر وهو الأب الثاني كما يعبر عن الشار فإذا أبوك بقلوب ديين أنت إذا ابن حموله اسعقض ديينه أنت مو بس تاخذ سيف وتاخذ عقاله أريد أقول أنه هاي الموارد دليل على أنه اختصه الله الولد الأكبر من سائر إخوانه فميراث الإمام سيشوهداء عند الإمام الحج لأنه الأقرب إليه من سائر السادة كلهم يعني بالنتيجة إما من علي وفاطمة صلى الله وسلم إما حسني أو حسيني بالمآل هو هذا لكن أقول موارث الإمام إله إلهما إله من الفوعد عموما فمرة العام ما قلنا بعد يشاهدوا الفقار رأي المغلب لرسول الله صلى الله عليه وآله مصحف الزارات صلى الله عليه وسلم عليه اللي قرناه مرة سبع أنواع من كتب فاطمة ولوح فاطمة صلى الله عليه وما إلى ذلك ومن الموارث الخاصة نبديها بهذه الرواية حتى على جهة الأسماء هاي خاصة بين سيشهداء ومولانا الكنز المنتظر صلى الله عليه عجل الله فرج في عافية مننا قال رسول الله صلى الله عليه وآله شوف حتى ترتيب الأسماء المعصومين معتباطي قال صلى الله عليه وآله إذا توالد ثلاثة أسماء فالرابع هو القائم محمد وعلي وحسن وهي ما تنطبق إلا على الإمام الحسين وعلى الإمام الحجة فقط إذا أجدكم يا ناس ثلاثة أسماء من المعصومين بهذا الترتيب محمد علي حسن عرف الرابع القائم تعالي إلى سيد الشهداء من الذين سبقوه محمد رسول الله صلى الله عليه علي أم يمنين حسن إمام الحسن قال الأمر إلى الإمام الحسين قام أم لم يقم قام تعال إلى الإمام الحجة محمد الجوات علي الحسن عسكري إمام الحجة يقم فشوف المراث مناظر فقط للإمام سيد الشهداء ورب السعادة ومولا الكنز منتظر بشكل باشر حتى من سبقوه بهذا الترتيب وهذا ما ينطبق إلا على الإمام الحسين وعلى مولا الكنز المنتظر صلى الله عليه من مواريث الإمامة التي عند الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم تعالى عليه اللي تقسم إلى قسمين منها قرآنية منها ما يتعلق بالآيات وإن شاء الله في اليوم نفرد لبحث لأ الوقت ماكم ومنها ما يتعلق بالأمور الأخر مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله من نصر الحسين فقد نصر القائم صلى الله عليه وآله هذه اللي يحتاج لها توضيح أي أيام سيش شهداء لما قام نعم يقول رسول الله من نصر الحسين فقد نصر القائم القائم وارواي عن أمين من نصر القائم كان كمن نصر الحسين شوف قضية يعني مقبولة من الطرفين طيب من مواريث الإمام صلى الله عليه الخاصة قميص الحسين سلام الله قميص الحسين صلى الله عليه وآله بشكل مقتضى بوقت ماكو غزلته السيدة فاطمة بيدها هذا القميص وسلب من الإمام لا حول الله وأعيد إليهم أعيد القميص وهذا القميص عند الإمام الحجة ما ندعك كر الجو ما ندعك كر الجو لأنه أيام فرح لكن أقول الشيخ عباس نخي في كتابه الرسالة العشرة يذكر رواية فريدة يقول من العلائم الخاصة للإمام الحجة الخاصة للإمام الحجة صلى الله عليه شون قبل فترة ذكرت خروج ذي الفقار من غمده وكلامه معه انتشار راية المغلبة رسول الله وحديثوها معه صهيل فرسه ذات الجناح له فرس الحسين عليه السلام تجدد دم الحسين على القميص هذا تجدد يعني أنا أو أنا الظهور أنا من العلامات من العلامات الخاصة للإمام الحجة ما العلاقة بالناس نتكلم عن علامات للإمام إذا صارت إمام إشارة قم 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 يا مهدياء المحمد صلى الله عليه المجمعين فملأ الأرض قسطا وعدلا هذا القميص عند الإمام الحجة صلى الله عليه نعل سيد الشهداء شوفها الرواية الرائعة نعم أنه لما يقتل الإمام من الناس طبعا من الأعداء وداما نقولها ما يقتل من لا حول ولا قوة ولا يقتل من يعادي أهل البيت لكن يقتل من يقف نعم بوجهه يعترض الناس البعض على كثرة قتله يعني هم يحاسبون الإمام الشي تقول للرواية فيصعد المنبر ويخرج نعل الحسين الإمام الحجة صلى الله عليه يصعد المنبر ويخرج نعم نعل الإمام الحسين صلى الله عليه ويقول هذه العبارة لو قتلت أهل العالم لأجل هذا النعل لما عادلوه الله فمن موارث الإمامة أنه عنده نعل الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم كربلاء من موارث الإمامة ولذلك شئت إلى كربلاء شعاره يالثارات الحسين الحسين صلى الله عليه خاتم الإمام الحسين وهكذا سائر الأئمة وإهل البيت خواتيم لكن سلب خاتم سيد الشهداء عليه السلام وإمام حسين عنده ثلاث خواتيم ها هنا خلفتها العبارة الأخوان اتصلوا وأنا بخدمتهم سيد الشهداء لما أنا أوان شهادته قال يعني لما أنا أوان شهادته استودع الهياكل اللي هي الأدعية الخاصة بالمعصوم وسيفة الفقار وما إلى ذلك من موارث الإمامة على سرجي ذات الجناح ثم قال له رآه باكيا قال ما يبكيك وتكلم الإمام الحسين مع فرسة ما يبكيك قال أخشى أن يركبني بعدك أحد من أعدائك بعتبره حكون من الغنائم قال لا تخف يا مركوبة جدي وأبي ومركوبي إنه لا يركبك بعده إلا إمام مثلي فاخذ هذه الموارث إلى جزيرة واتني يروح بطي الأرض يضع الموارث في جزيرة يرجع السيد الشهداء صلى الله عليه فيقول له الإمام صلى الله عليه لما يرجع الإمام من البداية قال إذا رجعت ستراني قتيلا فضمخ ناصيتك بدمي وأوصل خبري إلى بناتي وعيالي ثم اذهب إلى الجزيرة وانتظر ولدي المهدي صلى الله عليه وانتظر ولدي المهدي اللي عندنا تقريباً ست روايات في مرأو ذات الجناح طبعاً الجزيرة مو يعني دائر مدائر هماي الجزيرة العظيم من أسماها هاي منطقة نائية منطقة نائية يعني باشا الآن غرب العراق يسمى بالجزة طلب الثار الإلهي وهي بسألة جداً حساسة أحب أوقف عليها عدنا دقيقتين ثلاثة والله ياريت له عدة محاور لكن ياريت له تعرج يعني تعبرها لأنه مهمة جداً كتاب الحسين فرس الحسين لكن أقول بشكل عام من نزول سيد الشهداء نجد هذا المعنى أنه ضمنت الأرض دمك وثارك ضمنت الأرض تعال إلى شعار يا لثارات الحسين يملأ الأرض قسطاً وعد لا فإن هذا المروض ضمنت الأرض السلام عليك يا ثار الله وهذه الأمور في زيارة سيد الشهداء ستتحقق فقط وفقط على يد صاحب الزمان عجل الله تعالى سوات شيخ أنا في يعني برنامج رحي انتهي وعندي عدة محاور لكن ما مرأينا باب الفضل العباس يعني السيد المخرجي يقول باقي لك ثلاث دقائق وعندي عدة محاور لكن أبو الفضل صلوات الله وسلام مرتعالى عليه أولاً اسمه عباس وفي اللغة عباس اسمه الأسد إذا خافت منه الأساد الأخرى منحيوانات لا يقال الأسد عباس إلا إذا خافت منه الأساد الأخرى هذا واحد ثانياً أنه الوحيد من أسار سيد الشهداء الذي اشتقى اسمه من يوم عاشراء هو أبو الفضل لذلك ميمنين قال السيد بن بنين قال لي عقيل جد لأمرأة قد ولدتها الفحولة ومنها العرب كي تلد لي غلام ينصر وليدي الحسين صلى الله عليه في يوم عبوس ولذلك سماه عباساً صلى الله عليه وسلامه عليه وبميلاده بميلاده سر أهل البي شروراً عظيماً وما يخفى أن أقول أعظم الشرور لإثنين سيد الشهداء ومولاتنا العقيلة زينب صلى الله عليه وهذا يوم أيضاً ميلاد إمام زين عابدين صلى الله عليه وسلامه تعالى عليهم أجمعين صلى الله عليه وسلامه عليه أكيد لو ما الوقت مر ومزين العابدين صاحب القبر المهدوم روحوا لهم فداء صلى الله عليه واللهما يعجل الولي واللهما أمين رب العالمين سماعت الشيخ صار للوقت يعني اعتذر منك أنا ما أقدر أخذ أكثر لكن بس أريد ولو أحد إلى دعية للتوسل يتوسل الكنز المنتظر عجل الله تعالى صلى الله عليه عجل الله بسيد الشهداء عليه السلام أنا راح أقرى الدعاء لكن أحب من المشاهد الكريم أقل إذا ما قدرت اليوم والبارحة إذا الآن نور على نور ما تقدر سويها باشرة سوي صينية ميلاد المحمد إن شاء الله والله بها قضاء الحواج هاي الأيام بعد منها للشعبانية لكن لها أفراح فسوي لك صينية سوي لك حلاوة شموع هاي بها قضاء الحواج توسل الإمام الحج صلى الله عليه بجده الإمام الحسين توسلات كثيرة أقل هذا لقضاء حواج المشاهد الحبيب وحواج وأستاذ علم عند حاجة طبعا هكذا يقول إمامنا الحج صلى الله عليه في توسل بسيدي شهداء وربي سعداء صلى الله عليه اللهم صلي وسلم وزد وبارك على السيد الزاهد والإمام الراكع الساجد ولي الملك الماجد وقتيل الكافر الجاحد زين المنابر والمساجد صاحب المحنة والكرب والبلاء المقتولي بأرضي نعم كربلاء المقتولي بأرضي كربلاء صبطي رسول الثقلين نور العينين مولانا ومولى الكونين أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله يا حسين بن علي يا ابن رسول الله يا صبط رسول الله يا ابن رسول الله يا ابن أميمونين يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين أيها الشهيد يا سيدة شباب أهل الجنة أريد المشاهد الكريم لديك حاجة شريدة هذا توسل ما من حجة صلوات الله عليه يا سيدة شباب أهل الجنة يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسنا بك إلى الله وقدمناك بين إذن حاجاتنا في الدنيا هكذا يقول إمامنا الحجة صلى الله عليه حضروا حواجكم دنياوية وقروية في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بمحمد والد طيبين الطاهرين اللهم يحفظ المهدويين ويجعلنا مهدويين جميعا ويعجل فرج مولانا صاحب الزمان بحق هذه البلادات الميمونة المباركة في عافية مننا إن شاء الله أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ جواد الإبراهيمي شاكر وممتنئ لك على هذه المعلومات وعلى كل ما تقدم ومرة ثانية نقول أسعد الله أيامك واستطيع أن نختم بنقول سيدنا ومولانا يا حجة الله على خلقه يا أبا محمد يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله سادتي المشاهدين حبا بالحسين فلنكن مصلحين وحسينيين حبا بأب الفضل العباس فلنكن غيارا حبا بسين العابدين وسيد الساجدين فلنعود إلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم سادتي الكرام إلى أن نلتقيكم في الأسبوع القابل حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا